اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة من الذي بدأه من الذي بدأ به من الذي خره والله ما فيه ولا كان فيه ولا فيه منه مجرد تهريف ايضا بغير علم مجرد انتحار كلامي انشائي قالك ما ابدأ بقول اي شيء مبسوط هو الذي يستعمل الشيء يستعمل ويستفد منه وهو مبسوط طيب دماغك مكور بطيخة كيف ستعمل فينا تفتحه وتسطحه عشان تستفيد منه طب ملاش دماغ كرة القدم وكرة التنس وكرة السلة والكرة الطائرة كل الكرات هذه وطبعا كرة القدم هذه دين العصر ولا ما الصحيح نستخدمها وهي مبسوطة نفتح الكرة ونحاول نضغط عيسين مبسوطة ولا هي مكورة ألوف الآلات ألوف الآلات والأشياء ما فيها الساعة تستعمل وهي يا سيدة حتى عيدك هذه عشان تنتبع فيها في عشياء كثيرة وروح ودرس البيولوجيا التطورية عاد ويقول لك ما الذي صنع الحضارة هذا الإبهام هذا صنع الحضارة خلافة الإبهام الشمبانزي والجوريلا والرنغ أوتان والبنوبو هذا الإبهام يقدر يعمل هيك يعني يقدر يتكور بنتفع لما يكورها ولا ما صحيح لو إيدي هيك زي الشمبانزي ما سنتفع بها؟ انتفع قيل جدا جدا صح لكن لما أقدر أكورها حتى إيدي هيك بتتكور يا سيدي وبنتفع فيها وهي مكورة وألوف الآلات الدقيقة والصغر والكبيرة لا نفع فيها إلا وهي ماذا؟ إلا وهي مكورة من وين أنت بتتفلسف وتقول لي إيه؟ مسطح وبعدين ما بنخلص وبقول العجيب يا أخي لا إله إلا الله قال لك حتى ملابسك هذه ملابسك بتنتفع فيها وهي مبسوطة غير صحيح ملابسي ملابسي وهي غير قيد الانتفاع لما بتكون في غير قيد الانتفاع بتكون ماذا؟ ممكن تكون مستوية وبطيها على بعضها هيك وبطيها مستوية لما بحطها على جسم مستواني وهو جسمي وأنا مصحيح وما احترام لكل السمان طبعا في سمان يعني مكورون مكورون طبعا وأنا مصحيح يعني إحنا أسطوانات في بكون ما شاء الله يعني وربنا يبارك للجميع كيف اللباس هذا عشان تنتفع فيه؟ بده يكون مصدح مستوى لبده يكون مكور أي مكور وأسطواني راح بالذات انتحر ضرب لك مثل باللباس يمكن خطر له ويتكلم هيك وقال لك علم علمي يا شخي هي بعيد أننا وصلنا وطبعا أنا ما احترام لكل هؤلاء هؤلاء المتحدثين وحتى ظني في داخلي أن منهم من يتوفر على ذكاء وعلى ليقات عقلية بس والله محبة فيهم وفي الأمة أقول له بالله عليك يا أخي حرام حرام والله العظيم أن تكفر نعمة الله فيك الله أعطاك لياقة في الكلام لياقة في التفكير يا رجل ابدأ من حيث انتهى الناس ولا تعد اختراع العجلة تحاول تصنع لي علم جديد العاقل يبدأ من حيث انتهى غيره وبتواضع وبتواضع ولا يظن أنه أذكى وطبعا هالحقول لك لا مش هنقوله لأنه العلم في العصر حديث غير العلم في العصر الوسيط اليوم العلم مؤسسة مش حتى اجتماعية العلم مؤسسة كونية كونية أي عالم عشان ينشر بحثا علميا محكما لابد أن يمر بمجموعة مصافي غربيل وأكبر غربيل إنما يكون بعد نشر هذا البحث العلمي المحكم في مجلات علمية محكما الغرباء الأكبر ينشر ويتعاطاه ويتداوله المجتمع المجتمع العلمي حول العالم عشرات ألوف المتخصصين في هذا الحقل الكل يسدد عليه ماذا؟ عينا ناقدة عينا فاحصة هذا غلط هذا تقصير هذا خطأ هذا تزييف هذا غير صحيح هذا 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 فالذي يجتاز وينجح في اجتياز كل هذه المصافي والغربيل ما يكون؟ بحثا علميا قويا وفكرة مؤيدة ليس من السهل أن تغامر أنت وأنا وخاصة بينكوزين إذا كنا من غير المتخصصين بأن تنسبها إلى الكذب والغلط والبلاهة والحماقة والآن واضح من هو أولى بهذه الألفاظ والمصحيح هذا الذي لم يتمتع بالتواضع العلمي الحقيقي بالتواضع العلمي الحقيقي نعود إلى ما كنا فيه إخواني وأخواتي إذن هذا جملة يعني ما أجاب به علماؤنا وله تفاصيل لا تخرج عن ما ذكرت لكم هذه الخلاصة